بسم الله وكبا وسلام على عباده الذين اصطبع ربنا الامنى ما هو خير لنا وبدعن كل ما يسختك علينا يا كريم يعظم يا حبيبنا الأول يا ربنا يا لا شريك له أبدا ولا يحتاج إلى خلقه لا يهشين وذكر أما بعد سلام عليكم والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر اللي هودي هذاك في القصة طويلة والعينية ربي بالأخوين كريمين سادة مذكوره القرآن بلا ترب بلا أني معكم أسمع وأرى بلا بستار بألي ربي هو حاضر مع كل خلقه ما صغر شأنه وعظمه يكون شيء أدنى من مقاير ولا وعلى شأن مجرع عظيمة الله دائما حاضر مع خلقه يراكم وهو الذي يحيي وهو الذي يميت ولا حاكم بعده ولا طيراد على حبه يزيته القصة اللي وقعت تورينا اللي بانوا سهينوا لتعمل معهم عمل خيري تنقضهم تنسرهم على أعدائهم من يروا لكسبيه ولو كان موسى عليه بل هنا مشيش تشادة باطل سترون ذلك عبر هذه الآية الكريمة قل ربي فيها فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو اللومة رأى المشيين قادم على البطش قال يا موسى يا تريد أن تقتلني كما قتلتها نفسه بالأمس يعني الحادثة الأولى محضرش فيها عد من القبطين وليحضره وليدرع عنه سيدنا موسى عليه السلام بما أنه هو خبيث بيتوقع من غيره ولو محسن ليه في الثابق بيتوقع منه إلى الشر هكذا قلتكم يا أمة دلسة لكنتم خالصين لرب الأنا ما عليكم من التفهم الحقيقة بيها كمانيسيون أهل اللعنة والعدوان والخسران الموت نعوذ إن شاء الله تعالى